قرابة 14 مليار دولار هي قيمة الضرائب على القيمة المضافة غير المحصلة في الجزائر خلال عام واحد هذا ما كشف عنه تقرير تسوية موازنة عام 2019 المقرر عرضه أمام لجنة المالية والميزانية في البرلمان هذا الأسبوع وأكد التقرير أن النظام الضاربي عجز عن تحصيل 1872 مليار دينار عام 2019 فيما يرى مختصون أن هذا العجز مرتبط بعدة عوامل الجزائر تعتبر من العشر دول الأكثر فرضاً لضاريب على الأنشطة التجارية مما جعل التهرب الضاريبي أمراً طبيعياً عند أغلب التجار هذا السبب الأول السبب الثاني هو غياب أو ضعف على الأقل نظام المعلومات بالنسبة لجهاز ضرائب وأعلنت لجنة المالية والميزانية في البرلمان الجزائري عن تنظيم زيارة استعلامية إلى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات التابع لمديرية الجمارك الجزائرية للنظر في سبب تعطل تسديد وتحصيل الرسوم الجمركية وعلى رأسها الرسم على القيمة المضافة الجزائر قامت بمشروع لعسل أنت الضاريب وعطته لشركة إسبانية ولكن هذا المشروع لم يرى النور منذ سنة 2015 وقد تحصلت على مقابل إنجاز هذا المشروع ولم ينجز بسبب اختلالات في وقت العصابة حينها ومازالت الجمارك والذرائب الجزائري يعني تسير بعقلية تقليدية مازالت تعتمد على الأوراق لا توجد الرقمانة وسترفع لجنة المالية والميزانية عقب زيارتها تقريرا مفصلا إلى كل من الوزير الأول وزير المالية والمدير العام للجمارك حيث أكدت أن الهدف هو تحسين التحصيل الجمركي ومحاربة التهرب الضريبي وقدرت الحكومة الجزائرية التهرب الضريبية خلال السنوات الماضية بأكثر من مئة مليار دولار ما يكلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة لتغطية هذه العائدات غير المحصلة حسن جزيري قناة الغد الجزائر ترجمة نانسي قنقر